مشاهدين الكرام للمزيد من المعلومات لدورتين سنويتين تنضم إلينا مراسلتنا دنيا لي من قاعة شعب الكبرى ببكين لنتصل بها الآن يلي ما هو آخر تطوراتي لأعمال المجلس حتى الآن مرهبا يا يا مرهبا مشاهدين الكرام أنا الآن في خارج قاعة شعب الكبرى بعد قليل ستفتته دورة ثانية للمجلس الوطني رابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي لشعب الصيني يهدر هذه دورة أكثر من ألفين أو دون من أربع وثلاثين قطاعا مختلفة بما في ذلك أحزاب السياسية والمجموعات الاجتماعية وقطاعات الاقتصاد وزراءة وعلم وتكنولوجيا وغيرها ليغطوا جميع المجالات بشكل أساسي سيشاركون العداء في الفعاليات المعنية لدورتين سنويتين لهذا العام لأداء وظايفهم المتمثلة في التشاور السياسي والإشراف الديمقراطي والمشاركة في شؤون دولة يوافق هذا العام الذكرى 75 لتأسيس جمهورية السين الشعبية وهو أيضا عام حاسم لتحقيق أهداف ومهام الخطة الخمسية رابع عشر لدولة من المتوقع أن تكون التمية وعالية الجودة وتعزيز تحديث السيني نمط وتتوير قوة انتاجية جديدة من دمن المواضيع الساخنة للنقاش بين النواب والمستشارين السياسيين علم أن العام الماضي كان العام الأول لتولي مجلس الوطني رابع عشر لمهامه بعد تحدثي مع بعض الأعضاء علمت أن كثير منهم لديهم مقترحات خاصة حول تعزيز الابتكار العلم والتكنولوجي وتحسين معيشة الشعب ورفاهيته وتنمية الخضراء وغيرها من المقترحات هذه هي بعض المعلومات المتوفرة عندي حاليا نعم شكرا يا يانلي على هذه المعلومات الموادح الساخنة التي قلت قبل قليل قد جذبت كثير من الاهتمام وننتظر منكم المزيد من التفاصيل لدورتين سنويتين في الآيام التالية ترجمة نانسي قنقر